أهلا بكم وحدة من حلقاتنا اللي بقول عليها دايما يعني من التراز الرفيع من العيار التخيل من ضيف من أصحاب المقام الرفيع النهاردة هتستمتعوا بحوار اكسر اردنري في عالم تأخر الإنجاب تقدر نقول في عالم الحقن المجهاري نقدر نسميه لكن خلينا نقول أنه عالم راحب جدا وهفجأكم بأنه في حاجات كتير دلوقتي مرتبطة بتأخر الإنجاب بتأخر الحاملة عند السنة حياة غريبة جدا يعني إذن فهو عالم متشعب جدا يعني ما أقول لكم مثلا أنه وجدوا علاقة وثيقة بين النزيف الخاص باللاثة من تنظيف الأسنان وبين الحقن المجهاري بين تأخر الإنجاب وبين مشاكل خاصة بتأخر الإنجاب وربما أيضا بين المشاكل الخاصة بالأسنان وبين حدوث فشل في الحقن المجهاري لقوا أنه البكتيريا الموجودة في اللاثة من نتيجة النزيف المتمر في اللاثة نتيجة أنه حد بيستخدم فرش السنان مش جيدة أو عنده مشاكل عمومة في الأسنان ده يؤدي إلى تراكم بكتيريا بكتيريا تمشي في طيار الدم تأثر على قدرة الستة على الإنجاب حاجات تانية الراجل هلقت الراجل بالتكنولوجيا وجدوا أنها علاقة مخيفة للإنجاب أو تؤثر على قدرته على الإنجاب اللي بيحطوا اللابتوب على رجليهم وما بيتكلموا اللي بيحطوا الموبايل في جيبهم لا أقول أن ده بيأثر على إنتاج الحيوانات المنوية فلازم يعيدوا حسابتهم طبعا لشغلهم قدام أجهزة زي المخرجين المنترين كل دول بيتقعدوا بالساعات قدام الأجهزة اللي بتطلع أشعار بتأثر على حيوانات المنوية الأسباب النفسية ربطوها جدا حتى في فصيلة الدم يعني برضو في أبحاث لينك جدا بين أن فصيلة الدم أو موجود علاقات واضحة جدا بين الأو في الستات وبين تراقص مخزون المبيض الكلام ده نظريات في منه أبحاث كبيرة لكن فيه كلام مهم هنتكلموا النهاردة عن حق المجال النهاردة لقاء مع زي ما قلت لكم يعني ضيف من أصحاب المقام المتميز جدا وحوار كارزمي رائع جدا في عالم تأخر الإنجاب نهاردة لقاء مع واحد من رموز هذا المجال واجتهاد يعني رائع جدا في هذا المجال أنا أستمتع بحوار أكيد قلمي من تراث رفيع مع ضيف العزيز بسوس الدكتور محمد مقبل لما نقف وده بكلمة فاشل حال منك يعني فيه نسب نجاح ونسب فاشل ونسب النجاح والفاشل لها عوامل كتير قوي أول عامل منتشر عند الزوك الترخي كلمة عوامل نجاح مرتبطة بيك أو إيه عوامل نجاح نعم دي حاجتين مهمين قوي في الحيوان المنوي والبيضة الدين إيه اللي هي المادة الوراثية والميتو كوندريالية الفاعل نو الخليل بتجيني بنتي دلوقتي 23 سنة 25 سنة خلصت بيضة دي لسه ما انجابتش طب إيه اللي حصل البحاست الحديثة أثبتت بنحاجز الرحم لا يؤثر إطلاقا على الحمد سواء طبيعي أو توقع صمعه وحقه الدكتور محمد مقبل استشاري علاج العقم وأطفال الأنابيب عضو الجمعية الأمريكية للخصوبة عضو الجمعية الأوروبية للتكاثر البشري وعلم الأجنة رئيس مجلس إدارة مراكز ومستشفيات ألفا لعلاج العقم بالقاهرة والأسكندرية وسوهاج اسمحوا لي أن الرحب بالضيف العزيز الأستاذ دكتور محمد مقبل استشاري علاج العقم وأطفال الأنابيب عضو جمال الأمريكية للخصوب عضو جمال أوروبية للتكاثر وعلم الأجنة رئيس مجلس إدارة مراكز ومستشفيات ألفا لعلاج العقم وموات أخر إنجاب ضاية العزيز أهلا بيك تكسر محمد أهلا بيك إن نورتان دكتور نور أكرمك الله لقاءتنا يعني قديمة جدا ولها طابق خاص طبعا لها طابق خاص ولها يعني عبق مميز جدا بسبب الصداقة اللي بسعد بيها وبسبب كمان أسلوبك العلمي اللي بيربط الأحداث ببعضها سواء في عالم الأجنة أو في عالم التكاثر أو في حق المجالي وأيضا في ذكره طبعا وفي كيميا بيننا من عشرين سنة وإحنا ببقى في تفاهم لذلك إحنا غالبا حلقاتي مع الدكتور إيمان لا نعد ما بحبش إعداد فيها خالص إحنا في تفاهم وفي علم كلمة فاشا الحق المجالي كلمة لها وقع مخيفة على الزوجين يعني تقلق وخصوصا إنه الست في بعض العقليات المصرية عند أعتقد إن الحق المجالي زي أنا داخل أجيب طفل فلما نوقف قدام كلمة فاشل حال المجالي ونظر سياتك لي هاي هو طبعا فشل حق المجالي بيصدوه من أنا شخصيا يعني أنا متألم مع المريض وفي مربع بقعد يومين ثلاثة حزين عشانه بنمشطه لله عشان الشوك لكن الواقع العمالي لابد فيه فشل لابد حتى لم يتصل البشري لأي حاجة 100% أما الحق المجالي فلن يكون إلا مراد الله أنت عليك إنك إنت ديور بيست والبيع على الله لكن فيه نسب نجاح ونسب فشل ونسب النجاح والفشل لها عوامل كتير قوي فلود أي ستة دخلة تتوقع الأول النجاح من الله سبحانه وتعالى وتكون جاهزة نفسها لو فشلتها هنحسن من أنفسنا شواء في الهداء بعد كده علشان يحدث حالنا كلمة عوامل نجاح مرتبطة بيك أو إيه عوامل نجاح عوامل نجاح دي أكتر من ألف عامل دكتور أيمان وفيك عوامل كتابة والناس ما بتاخدش منها بقالها مني زي ما أنت قلت دلوقتي إن حتى الأسنان ممكن تأثر عليها وأنا معرفش يعني الستة عندها مشاكل في السنان وأنا معرفش كالدكتورة مش بتاعس نعمل ونقعد نعمل ونعمل بدعا ويمكن دي تكون سبب فناخد كده بعض الأسباب السريعة المفروض ناخد بالها مننا وأنت ذكرت خصوبة الراجل بتقل خصوبة الراجل قلت أوه في السنوات الأخيرة وعالها مش كده أنا بقول في خلال 20 سنة أو من 20 إلى 50 سنة معظم الناس لن تنجب إلا بالإخصاب المجارية حط دي على الجنب دي عايزة موضعي كتير أقوى لكن الزوج أول عامل منتشر عندي الزوج التدخين التدخين ده بينتج تقريبا الميتابولايتس اللي بتنتج عن التدخين حوالي أربع تلات مادة سمن المادة السمن دي تدخل الحيوان المانوي في رأسه بتخش في السايتو بلازم بتأصل على الميتو كندريا والدين إيه؟ أنا عندي حكتين مهمين أوه في الحيوان المانوي والبيضة الدين إيه؟ اللي هي المادة الوراثية والميتو كندريا اللي هي المفاعل نو الخلية الميتو كندريا فيها مادة وراثية في 2% من الجينات بتاعتنا بلنستمدها من الميتو كندريا اللي جا من الأم مش جا من الأب ولذلك أقول لك الولد طلع لمين؟ لخاله ليه انطرح فعلا إن احنا بناخد 2-50% من جيناتنا من الأم وبالتالي التدخين لابد إنها توقف عنه دي أكتر حاجة شاعة الحاجة التانية التخذية بتبتأكل إيه؟ رجل السيد تبقى في المشتركين في الدية أي حاجة تخش الجسم أو تلمس الجسم أو يخش عن طريق النفس ما كانتش الظرحية هتجيب أثر عكسي على الأشياء أو الخلايا اللي هي بتنقاسم بسرعة في الجسم ومن أهمها الجهاز التانية السيدة عند الرجل وعند السيدة وبعد جيلة تخش بقى في جي آي تي بتتأثر بسرعة وأكذا فهذا سبب أنت قلت لي دلوقتي الشعاع والموجات الكهروماناتسية موجات الكهروماناتسية دي زادت حوالينا قوي يعني إحنا عادين دلوقتي بنتخبط خبطات بالموجات الكهروماناتسية من كل اتجاه بتأثر على جسم كله لكن بتأثر أكتر على غدة نخمية واللي هي بتأثر على إنتاج الحيوان وإنتاج البيضات وبالتالي ممكن تأثر كمان على الخسيتين حتى الناس اللي بيحطوا زي ما أنت قلت قبل كده كمبيوتر أو لابتوب أو كده قريب من الخسيتين هيتعرض للتأثير أكتر وهكذا المرأة بنسبة أقل لكن موجودة الأورام اللي بتنتج عن هذه الموجات الكهروماناتسية بيتمرتبطها كتير قوي بالغدة النخمية يبقى إحنا برضو أرجع تاني كل شيء يأكله الإنسان لابد تأكل أكل صحي أكل صحي مش متوفر بيها في المياه ما قدرش أقول أنا باروح أأكل حاجاته عارفي الميافها مواد سما أنا مثلا المنجا أنا بجيب منجا أشهراء عشان أكلها وأنا مهتم أو بالتلوث البوليوشن الموجود في البيئة لأن ده هو اللي هيقطع البشرية وليس تقوم بلا النووي بتأكل المنجاية المنجاية ما قدرش أكلها شيء وما قدرش أقول والله هي دي اترشت بمواد مبيدات دارة ومبيدات في مبيدات ممنوعة وفي مبيدات درجة بتعمل تأثير على المجد وخصفتين عشان كده دلوقتي الأكل أو ما يدخل الجسم وأكتر حاجة أثرت على الإخصاب عند الرجل وبذات الشباب والبنت يعني بيجيني بنت دلوقتي 23 سنة 25 سنة 25 سنة خلاصت بيضات لسه ما انجبتش طب إيه اللي حصل الطفل الشاب اللي لسه جاي واحد شنة سنة وجاي عشان يعمل عنده فحصات علشان أب مقابل الزواجة ليه ما عندهش حيوانات كل ده العامل الرئيسي طبعا فيه عامل تاني اللي هو التلوث التلوث البيئي والتلوث اللي بيدخل جسمين عشان كده لابد إن الرجل والمرأة يهتم إيه اللي بيأكل حتى المية المية في حد ذاتها مثلا نبوات البلاستيك ديها في الحر بتتأثر بترتفع درجة الحرارة وبتبدأ جزيئات من البوليسيلين ديها تخش في المية وتخش في الجسم وهي لا تفرز عن طريق الكلا ولا عن طريق الجي آي تي بتترصب في الجسم ودهت أسوأ مادة هتأثر على البشرية هالبلاستيك وهكذا لابد إن إحنا نبص أوي إحنا بنأكل إيه الزوج والزوجة الاثنين هم اللي بيلعبوا الدور المهمة في حقن المجاري اللي وإحنا التالت برضه في عوامل دواء الدكتور الدكتور العامل التالت هابدأ بالزوجة الأول دور المشاكل اللي ممكن تكون في الزوجة مخفية عندها وتؤدي إلى فشل حقن المجاري أول حاجة بتواجهني أنا بشوفها كتير قوي عمر الزوجة إحنا في زوجات كتير قوي لأخر سن الزواج وأنا بنصح كل بنت وصلت 35 سنة ولم تتزوج أو فيه ظروف جوزها متغيب عنها لظروف مدة طويلة قد يكون برة ومش قادر يرجع قد يكون ظروف دخلته السجن الحاجة اللي بي نشوفها ده لابد تجمد بويضات وما تسكوتش حين الناس بتيجي سيدات كتير قوي تقول لك والله أنا عايزة أجمد بويضات وهي متجوزة لأ اللي متزوجة نجمد لها أجنة أقوى لأن تتحمل فترة أطول ونلسي مجاحة أعلى من البويضات فادية سن الزوجة سن الزوجة مهم فيه ستات أنجبت طفل وبعد ما وصل سن 40 سنة جاية تفكر أنها تنجيب لأنتو كنت فين من أيام أو توفى ابنها اللي كانت راديا بهوة وجوزها وتحصل كتير أو نتيجة حادثة سرطانات أي حاجة بتيجي علشان تنجيبوها سنة 45 سنة باقت صالة فعمر الزوجة دي عام رئيسي لأنه بيأثر عليها دكتور زي ما قلت لك دلوقتي أنا عندي الميتو كوندري هي دي مهمة جدا في الإنجاب ميتو كوندري دي غير إنها في 2% من الدين إيه فيها كمان الميتابوليزم الانيرجي الطاقة اللي هي بتغذي الانقسام بتاع الجنين وبالتالي لما جون حابوا يزودوا نسبة المجاح عند 6 مثلا 45 سنة بياخدوا منها البيضة ويشيلوا الميتو كوندريا في ساتو اللازمة بتاعها وجيوا ميتو كوندريا من واحدة سنة 20 سنة 25 سنة ويحطها تديك نسبة نجاح 60% زي البنت السنة 30 سنة بالزبط ده الأجزاء ده المهم الميتو كوندريا اللي زلك ميتو كوندريا ده فيه فيتامينز وفيه حاجات بالوقت كو إنزايم عشرة تنة والحاجات دي كلها بتزود شوية الميتو كوندريا بتحسنها شوية عشان كده منيديه قبل الستات ديت ورجالي دي قبل العملية بثلاث شهور مهم إذن ده جزء مهم في ستة سنة غير السن الوصف التشريحي أو الظروف التشريحية في ستة سنة نيجي الأول البودي الجسم عموما الأوبزيتي الماركي الأوبزيتي أو الموربيد أوبزيتي إنت عارف الأوبزيتي مفروض ما يزيتش البيم مقايمة يزيتش عن 25% كل مذاب بقى بتقلي نسبة الحمل ليه؟ عشان فيه هورمونة دستيربنس فيه حاجات إحنا نعرفها الإنسولين والأنتي إنسولين والحاجات دي بتلعب تلعبات هورمونة إيه؟ عامل كبير أو فيه حاجات إحنا ما نعرفهاش بس ويخلوقه مالة على موت فإذن السمنة ديها تلابد الستة إنها من الأول تجارد يحصلها سمنة وإذا حدث لها سمنة ما تستناش عليها ما تتخارش لابد تروح لسبيشاليست يعالجها من السمنة لأنه مازل ستات بتقعد تعمل رجيم شوية أو تقطع شوية ما بتنفعش لابد فيه الوقت عاد فيه تخصص تخصص يقولك إنت ينفع لك إيه وده ينفع له وده ينفع له عملية تخصيص بالرجيم كل واحد له البدلة اللي ينبسها في التخصيص دي تاني حاجة مهمة السمنة لراجله ستة بارك اه طبعا اه طبعا ايه تالك بقى احنا نقلنا كده للمرحلة التالتة اه نقرب تالي لسك الامراض السكر اللي ده غور ده الدرقية الامراض المناعية اللي في الجسم سيسيمي كلوبوس والأشياء اللي انت عارفها ديه امراض المناعية كلها ديه بتأثر شوية على المخزون البيضات وعلى داء البويضة يعني نفسها البويضة بتاعت واحدة طبيعية ما ازاي واحدة عندها امينولوجيكال دستيربنس داخل الجسم اه 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 اويد امراض كتير قوي ملاش ملاش حدود جزء منها للمراض نفسه وجزء منها بسبب العلاج بتاع المراض فلذلك الستة ما تحب تنجيب لابد تروح للدكتور يقولوا والله انت العلاج ده انا عايز اغيره بعلاج اكثر امانا مع الانجاب اه نرجع تاني للست الامراض الداخلية في الجهاز التناسولي لو فيه تدخم في الغدى النقامية ده فيها مشكل هتعمل الانجاب برو لاكتين والتس ايتش والهرمونات اه اه اورام الغدى الاورام الغدى انه خمية عموما اه اه ايوان اه الحاجة التانية المشاكل في الانبوتين لو فيه انتفاخ في الانبوتين لابد ان انا اتخلص منه بطريقة معينة باي طريقة اه اه التهابات ما داخل الرحم اللي هو اشار منس اندروم اللي هو التسقاط داخل الرحم ده لو موجودة لابد ان اعالجي الاول وفيه بعض الحالات لابد اقول للمريض انت معادش ينفعه بالذات في الاشر ما نستندروم اه بعض الحاجات الخفيفة في الراحم زي اه ورمليفي زغير اوي او كبير بس قريب من بطانة الراحم لابد ان انا اه اه اتخلص منه الاول اه زي ما انت قلت في الاسنان الانفكشن ميكروب مش الميكروب بس بقول الفيروس سواء الموجود فوقنا نكون رحم سواء في الجهاز التناسولي في الجهاز البولي اه الفطريات نفسها عند الزوجين لابد ان انا اتخلص من هذا الميكروب عند الزوجين قبل ما ابدأ معهم او لو فشلت العملية وما كانتش خادت علاج له لما نقرب بقى خلاص عملنا كل هذه الاسسيسمنت او تلازنا كل هذه الحالات الحالة ميكروب نفسه خطواته جاي اول خطوة عموما ولا في حالة الفيلير في حالة الفشل الفشل لان احنا برضو النهاردة عايزين نقرب من كلمة فشل هي فشل لما انا اقول فشل من اول مرة ولا تكتور من اول مرة من اول مرة اه وكل ما زادنا اعرض المرة الفشل بتخلي الدكتور مور يبقى حريص اول مريض بتاعه ده اه ست فشلت مرتين تلاتة ست دي بائسة بائسة جدا لابد انك انت تتعمل معها بحرص وتعمل مع حالتها بكل اتقان علشان توصل لها اه لنسبة حاملة عالية ازاي نزود نسبة الفشل نسبة بالنجاح في حالة تكرر فيها الفشل خلاص احنا هنتجنب بعض الحاجات اللي احنا مقولنا هاشي اللي هي موضوع اكتر من قلف حاجة وبعض التغذية والبوليوشن والحاجات دي كلنا هنتجنب بابدأ للحالة دي باخد شهرين ثلاثة الاول اتخلص من السموم اللي موجودة في الجسم بالتعليمات اللي انا بديها لما تكليش كذا وما تكليش كذا وكل كذا وكل كذا ده جزء حوالي 40% من اسباب النجاح الحاجة التانية بديها مضادات الاكسادة والكوينزايم تين ده وبعض المالتي فيتامز الثانية اللي بتحسين الكواليتي بتاعت الدين بتاع الحيوان المنوي والبويضة وبالتالي بتزود نسبة النجاح بنسبة عالية او ده بدأت بشهرين ثلاثة قبلها منشت كل حاجة قبل كده ممكن تكون موجودة حاجة تانية ببص بقى في طريقة العلاج اللي انا عملت بها قبل كده او غيري عمل به خدت علاج ازاي بلونج او شورت او ألترا شورت او انواع البروتوكولات المختلفة بتاعت انواع معينة من الحؤان الحؤان دي مشكلة دكتور يعني مش مش انت تكتب حؤان مثلا خلاص وانتهت وده تجيب نتيجة ده انت بتكتب الحؤان النهاردة تجيب نتيجة بقى واحد تاني ما تجيبش نتيجة كل واحدة محتاج تختار لها النوع اللي معين من الحؤان وقد يكون الاختيار مش موافق او اول مرة يعني اغير ما جابتلش مسلا بوايضات كويس جاء امتي فولك الحويصالات الفاضي خلاص اللي ما بتلاقيش فيها لابد تبقى حارس جدا انت اديت ايه قبل كده وهتدقل مرضي وهتفيد ايه المريض ده بحيس تبقى عندك نسبة عالية من المبوايضات فيها اوفم من الحويصالات فيها اوفم خلاص طريقة العلاج التنبيات على الزوجين والبيئة الزوجين اول حاجة لابد هيها تحتمي بتوقيت العلاج لان بعض الستات ما بتاخدش بالها او بتنسى لقاها ديجا ثلاث حقن في اليوم مثلا ثلاثة بودرة امبول مايا لقاها واخدة ثلاثة مايا وانبول بواحد بودرة لقاها عدت يوم عدت يومين لقاها قالتلك والله العلاج ده مش مهم ما خدتهش وقتاش بعد الفيلير انها تقول لي والله بينه وبالكده بسا ما تقولش الجوزي انا ما خدش العلاج الفلان حاجة بسيطة مواعيد الحقن يعني قدها حقنة مثلا قدت لها خد الحقنة الساعة 12 بالليل وتعالي لي 12 بعد بكرة بعد 6 والثلاثين ساعة خدتها بقى هي ساعة مثلا خامسة الفجر واسحب البوضات فاضية اصحب البوضات فاضية وهي ما قلت ليش ان انا ما خدتهش مش فيما عاد نسبة كبيرة من السيدات ما بتقولش العلاج صح ودي حاجة مهمة جدا هي نيجي بقى بعد كده انا حضرت المريضين او الزوجين عندي كويس علشان اخد حيوان ما نوين كوالتة عالية وبيضة كوالتة عالية بدي حوان اللي هما اللي هي بيقولوا عليها مجازيا تفجير البيضات حوان دي مهمة جدا هدي نوعية دكتور ايمان هدي الساعة كام يعني يعني انا عندي البيضاتات شايفها حجمها كويس حجم البيضات كويس ناسا من 17 ل 21 او كده ايا كان بس انا عارف السيدة دي كانت 21 قبل كده وما دتش ببيضات كويس يبقى اصحابها هديها بادر شوي نوعية البيضة وانت شايفها على الصنار بتخليك تتأخر يوم او تقدم يوم للمريضة وانا عملت ايه في الدورة اللي ما موفقتش فيها اتيسحب امتى في مريضة اصحاب لها بعد تريجرين ديت باربعة وثلاثين ساعة في ستة وثلاثين في لغاية اربعين وفي ستات بسحب على اتنين واربعين وطاعة واربعين طب ازاي اللي هو محروف ان خدت الحقنة مكزمم أربعين ساعة كل البيضات بتنفجر لا في ستات ما بتنفجرش انتظر اه لو أصحابتها على أربعين ساعة هتلاقي كل البيضات امتي بتحصل ان بعض السيدات أصحاب لها على تماما وتلاتين ساعة مثلا عندها عشرين بوائط أصحاب عشر مليش فاضين ولا أستني أودها حقنة تانية واستنى أربع ساعات ثلاث ساعات ورجع أصحاب تانية لها بقت زي الفل هكذا هروح لشبح مهم برطور شبح ناس كتير دلوقتي بتسمعانه بتقلق منه البطانط الرحم المواجرة وعلاقتها بفشل أو تكرار فشل لحق المجال هذه القضية قضية علاقة البطانط الرحم المواجرة والمدارس المختلفة أو مش مش هقول المدارس لكن القرارات المختلفة في التعامل معها هو طبعا بطانط الرحم من المواضع الشائكة والمواضع لم يتفق علاقة في حاجات كتير قوي بطانط الرحم منها شقين شق سبوت نوديولز حاجات بسيطة بقدر خدش أكويها بالمنظر وتخلص منها شق التاني وجزء التاني حاجة متطورة قوي عملت لبقى اندومتريومس اللي هي كياس في المضايد وهنا بنختلف عليها إحنا الأطباء والأبحاث مختلفة على تماما السيدة اللي عندها كيس على المواضع بطانط الرحم وان دايما بقول هل أشيل الكيس سواء جراح أو منظر واللي أعمل هو مش موجود طبعا أنا اهتمت بالموضوع ده من زمن أول أنا من يوم يعني ما بيت ناضج أكتر من كده في الأول بعمل الكيس وأشيل لالوقت اللي يمكن بقى لي أكتر من 20 سنة ما شدش هو الكيس لا بالمنظر ولا بالجراح اللي سيدت عايزة تخلف لكن سيدت خلفت وعندها مشاكل بقى كيس وكدتش إلا اللي أنت عايزه دكتور أيمان وانت بتشيل الكيس بأي طريقة من الطرق محادة التسجيلات الموجودة عن أنت إزاي بيشيلها لابد بيدام رجوز كبير من المجر إحرق 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 يبقى أنت فقط ألافات البيضات بالحرق البسيط ده آه فتيجي المخزون يقل بسرعة سيدت يديها كمان تنشيط متنجحش أول دور متنجحش تلاقيه معادش عندها مخزون من البيضات بسبب الجراحة دي أسوأ من كده بقى إن الدكتور يضطر يشيل الماضي الكل معادش عن دجر ماضي والإندوميتوريس موجود هيخش على الماضي التاني عشيل التاني وحصلت فيه كتير أه حصل الله يغزب معنا الأسوأ من كده إن أنا أشيل كيس واحد ثلاث شهر ولقي طلع اللي بيقوله لو سمحت الكيس اللي على الماضيط لطه أتاك لا تهاجموش لا تهاجموش إلا إزاك مخلفه مع أولاد إيه من أنت عايزه لأقبط زي من أنت عايز ماما لسه عايزة ما خلفتش أو عايزة تكمل الأسرة بتاعتها وإتيجي تعملها عملية ألاقي عندي مثلا بنات الدنيا عملت العملية معادش تخلفها ما خلفت قبل كده ولا عادة أتخلف والإشري أوصل في كده في الفترة أه أنا بقولك بقى لي عشرين سنة تعريمها مع عملتش ضد يعني عن فكر الإشري بتقول اللي حضرك بتقول ده في آخر يمكن سنتين أو ثلاث سنين يعني يعني من عشرين سنة ما كانش الإشري بتقول ما كانش بتقول وأنا كان عندي وكنت عامل وعند أسامل السيدات اللي عملت عمليات وفقدت الخصوة بتاعتها مطلقة طب نعمل إيه في وجود الكياس مطت وأتكت ما 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 وعمل عمل بتنجح كتير أوي حملت السيدة وربنا كرمنا بتنتهي بتنتهي خالص ما عادش بتيجي تاني طي كبير أوي مدين أوي ما فيش من أسحابه بمحاذير يعني أسحابه مؤقت ويرجع تاني بمحاذير أو قضي بعض الجين رائدش أناولوج أو أنتاجونيست لا توقف التبويض شوية عشان هرمون الإسروجن ما يطلعش من المبدأ أوي غزيلي وطنط الرحم على يبدأ يخذ شوية ومضادات الإتهابات بتزود نسبة الحمد معي الحاجز الرحم هي مشاكل داخل بقى الرحم دي برضو حاجة ممكن تكرر فشل الحاجز هو ده هو ده الكلام اللي بيتقال من زمان ولا احنا ماشينا عليه وأي واحدة جيني سبت يا سبت انت عندي حاجز لابد أشيل ولكن هو بيقل الحمل البحاث الحديثة وهجبها لك الحاجات دي أثبت أن الحاجز الرحم لا يؤثر إطلاقا على الحمل سواء طبيعي أو تلقع صناعة أو حق من الجان أبحاث كتير أثبت كده لأن الأبحاث اللي قبلك طلق الكلام ده مالصح وستات كتير قوي عندها حاجز كامل وأنجابي طبيعي وولدت في 9 شهور يعني الحاجز خطره إيه خطره مش في 3 شهور الأولين ولا على الإخصاب خطره إن بينزل الجنين برمات 6 شهور 7 شهور 8 شهور عشان كده إحنا بنعمل ديت أو بنعمل رابط العنق الرحم وقت ما يحلص حالي فالحاجز أنا بصراحة ما بهتمش بقوي لأنه ثبت فعلا إنه مش سبب في مانع الحم الحترة المهمة أو التسقاط داخل الرحم ودي يعني عاية حاجز تشرح حالنا يعني يعني إيه التسقاط هل التسقاط القشر مانع اللي إنت اشارته لي ولا ممكن التسقاط بسيطة كمان تعق أو تعمل فاشل في حال المجال التسقاط داخل الرحم حصل مايكروب دخل أو تدخل من الطبيب بأي وسيلة من وسائل خلت جزء بير من الإندومترام لزق في الجزء اللي أصار ودي بتحصل بعد الولادة مثلا دخل بلاسينتا ريتين فبيسحب بيبقى حتة بأريانا أصد حتة أريانا تلزف بعض عملت سقاط أو حصل مايكروب دخل جوه في البربرال سيبسيس أو بعد عملية تنظيف أو إجهاد وبذات الإجهادات اللي كانت تحصل زمان تحت السلم والإليجل والحاجات دي كلها كان بيخش مايكروب يدمرلي بطانة الرحم ممعدش عندي بطانة الرحم خالص وبالتالي مافيش تجويف إن الجنين ينمو فيه هي جريت جريت بسيطة زمان تقول تده حاجة بسيطة بنشيلها زي ما بنشيلها دلوقت كده زي ما وبين في الفيلم وبتنجح بنسبة كبيرة لكنه تأثير ما زال فيه بقى جريتس متقدمة جدا كله لإنه خلايا بتاعت بطانة الرحم الدمار تمامة وجزء واحد بيتعمل منظار مرة واتين وخمسة هو لم تنجح حالات في الحالة دا عشان كده إنك انت تمنح حدوثه أحسن ألف مرة إنك انت تعمل تعمل حدوثه زي بقى هو الحمد لله معادش بقى الولادات في الأماكن اللي هي مش مجهزة دلوقتي معادش اللي يجل كتير وقت وحاجة دي ملحة اللي يجل والأمور بقت أقل شوية إيه لتلغرافة اللي حضرتك اهتمل النهاردة إنك تبعته اللي الأولا لجهتين تلغرافين هون تلغرافة الأول هيروح لي الكابلز الزوجين اللي رايحين يعملوا أو تكرر معاهم الحق المجهري في الفشل رسالة الأساسية اللي انت عايز تتعلم لابد من راجعة نفسها هون انت ايه عندك من الحاجات اللي احنا قلناها أو اللي هي مشهورة انت السبب فيها لأن فيها حاجات أنا معرف عشكا دكتور عمل حاجة خد علاق غلط ما خدش علاق يعالجوها عندهم الأول لأن مشكلة فيهم ومشكلة سهلة ومشكلة ما كانش دائم ما هتحصل وتؤدي إلى الفشل المراكز اللي بتتصدر أو بتتصدر للتعامل مع حالات تأخر الإنجاب وهي غير مؤهلة معداش كل الإمكانيات انت ليه بتقامل في المشاكل أنا محبش هاجة حاجة بص بص دكتور أنا انت دكتور وستاذ وتعرف انك حتى في الدواء اللي انت بتكتبه ممكن تكتب دواء جينيريك فيكتب بتاعه مثلا نبعين في المية وتكتب الأوريجنال يبقى يبقى تسعين في المية كل حاجة في الطب في جريتس ده له ثمنه وده له ثمنه له ده ثمنه فأنا علشان أكسب الناس ممكن أعمل حاجات بسيطة ونعمل زي التلشوب بأول الحاجات دي كلها أرخص على حساب الجودة أرخص على حساب الجودة يعني انت ممكن تجيب تكلف المعمل بتاعك 10 مليون جنيه وممكن تكلف كلية 500 ألف جنيه مش ممكن ده زي ده ممكن تجيب أسطرة تنقل بها أسطرة بألف جنيه ممكن تجيب أسطرة بمية و50 جنيه شايف الفرق طيب الناس اللي بيبقاها بألف جنيه ضحكوا علينا مكان 150 إطلاقا لا يمكن دكتور الدكتور لما كنت الدكتور بتهتم بالحالة بنفسك بتحضرها كويس وكده وعندك كويس متضرب وعندك خابرة إنت دكتور ما بتعمل عملية ما بتفكرش فيها أنا أول ما كنت بعملها ودفكر وأرى خمسين مرة للوقت أنا ما فكرش إيه بتجري ومخ بيعمل وتشتغل خابرتك بقى خابرتك في كل خطوات ومراحب الإخصاب المجاري دي بالتأكيد بتأثر إنت أسعدتني بالحوار معك العادة ممتع جدا في حوارك والإنسيابية الرائعة في الانتقال من منطقة المنطقة في عالم مزدحم عالم صعب زي الحامل المجاري أعتقد إنت لك فيها انفراد مقبل واحد من الأسماء المتميزة جدا في هذا المجال على مستوى المنطقة العربية كان في الدكتور خليكوا دايما مع الدكتور